احييكم مشاهدين اينما كنتم جولة الصحافة من اليوم اهلا بكم لا يزال العالم يراقب معركة دحر الارهاب التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية لانهاء وجود التنظيم الارهابي داعش بدورها الصحف تراقب عن كثب مجريات المعارك هناك وتنقل استسلام ارهابي تنظيم من جنسيات عربية وغير عربية والبداية من القدس العربي والتي عنوانات استسلام المئات من اعضاء تنظيم داعش في جيب بشرق سوريا حيث قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الثلاثاء ان المئات من اعضاء تنظيم داعش استسلموا لدى مغادرتهم اخر جيب للتنظيم المتشدد شرقية سوريا وسط اكثر من ستة الاف وخمسمائة شخص معظمهم مدنيون جرى اجلاؤهم في الساعات الاربع والعشرين الماضية وتواجه ويواجه داعش الهزيمة في قرية الباغوز الواقعة على ضفاف نهر الفرات لكنها لا تزال تحتفظ بجيوب اخرى في مناطق ثأنائية على مسافة ابعد نحو الغرب وتشن هجمات باساليب حرب العصابات في مناطق اخرى فقدت السيطرة عليها وقالت قوات سوريا الديمقراطية الاثنين انها ابطأت وطيرة الهجوم بسبب محاصرة مزيد من المدنيين داخل الجيب لكنها اكدت عزمها السيطرة عليه قريبا وكان يعتقد في وقت سابق بانه جرى اجلاء كل المدنيين من هناك وقال مصطفى بالي مدير المكتب الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ان مئات الجهاديين استسلموا بعد ان فتحت قوات سوريا الديمقراطية ممرا لفرار نحو ستة الاف وخمسمائة شخص من القرية منذ يوم الاثنين مشيرا الى ان الجهاديين كانوا ضمن هؤلاء الاشخاص ترقب خروج مدنيين من الباغوز واستسلام دواعش لحلفاء واشنطن هذا ما عنونته الشرق الاوساط حيث ترقبت قوات سوريا الديمقراطية امس اجلاء مزيد من المدنيين من اخر جيب لتنظيم داعش في شرقية سوريا غدت خروج نحو ثلاثة الاف شخص تمهيدا لاستئناف هجومها الاخيرة ضد المتطرفين واتهمت هذه الفصائل المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن التنظيم المتطرف باستخدام المدنيين المحاصرين معه كدروع بشرية ما دفعها الى تخفيف وطيرة هجومها داخل بلدة الباغوز منذ ليل الاحد وقال مسئول اعلامي ميداني في قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الصحافة الفرنسية ليلة الاثنين لا يزال هناك مدنيون في الباغوز وتحاول قوات سوريا الديمقراطية تخليصهم من الدواعش وتوقع ان تستمر عملية اخراج المدنيين حتى الثلاثاء وايضا الدواعش مع عائلاتهم الذين يريدون تسليم انفسهم العربي الجديد عنونت معركة الباغوز السورية انفاق والغام داعش تعيق قسد حيث لا تزال بلدة الباغوز شرقية سوريا تتصدر المشهد السوري افتقف قوات سوريا الديمقراطية الذي يدعمها التحالف عاجزة عن حسم المعارك التي بدأت منذ اكثر من شهر في محيطها على الرغم من القصف الجوي والمدفعية الذي يتوقف احيانا من اجل خروج المدنيين او ارهابي التنظيم من البلدة مقابل اسراء مختطفين لدى التنظيم الذي يبدو انه استعد لمعركته الاخيرة في منطقة شرقية الفرات السورية وكان من المتوقع ان لا يطول امد المعركة الاخيرة مع تنظيم داعش ولكن مسلحي هذا التنظيم صمدوا امام الهجمات المتلاحقة والقصف الجوي والمدفعية واتخذوا من الاسراء ورقة تفاوض اتاحت لهم اخراج مدنيين محاصرين وبعض عائلات المسلحين واجرت الثلاثاء اشتباكات محدودة بين تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية المدومة بقوات من التحالف الدولية في محاور الجبهات الثلاثة في الجيب الاخير للتنظيم في بلدة الباغوز بعد هدنة استمرت لساعات خرج بموجبها عدد من المدنيين وعائلات لعناصر داعش مقابل اسراء ومختطفين لدى التنظيم هل تتخلى روسيا عن مسار أستانا؟ هذا ما جاء في العرب اللندنية حيث تكثف روسيا تحركاتها هذه الايام خارج مسار أستانا الذي على ما يبدو استوفى أهدافه في محاولة منه لبلورة رؤية جديدة تضمن مشاركة كل القوى الفاعلة بشكل أو بآخر في الصراع السوري واعتبر المتحدث باسم الكريبلين دامتري بيسكوف الثلاثاء إنه من السابق لأوانه الحديث عن صيغة معينة حول التسوية في سوريا قائلا ما الصيغة التي سيتم التوصل إليها وما هي الأطراف التي ستشارك فيها من المبكر جدا التحدث حول هذا الأمر هذه القضية ستخضع للبحث وسبق انكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية فبراير الماضي عن خطة لتشكيل مجموعة عمل لتثبيت الاستقرار النهائي في سوريا بعد تحقيق النصر على تنظيم داعش وقال بوتين إن مجموعة العمل ستضم جميع الأطراف المعنية الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حينها وتقول أوساطنا من المعارضة السورية إن روسيا باتت على قناعة بأن احتكار الحل السياسي في سوريا بناء على ما تحقق من استعادة النظام السيطرة على أنحاء واسعة من البلاد غير كاف لإزدال الستار على النزاع المركب الذي راح ضحيته مئات الآلاف من المدنيين فضلا عن ملايين النازحين والآن إلى الشأن العراقي آل النجيفي يلتمسون طريق استعادة مكانتهم عبر ركام الموصل عنوان تصدر صحيفة العرب اللندنية حيث تتخذ عائلة آل النجيفي من الدفاع عن مدينة الموصل وأوضاعها المزرية بعد الحرب المدمرة التي شهدتها ومن آثارها قضايا فساد المستشري في إدارة شؤونها الخدمية والاقتصادية والأمنية والذي يساهم في تأخير تعافيها من آثار الحرب وسيلة لاستقطاب الأضواء في إطار سعيها لاستعادة نفودها السياسية في ثاني أكبر مدن العراق سكانا بعد تعرض العائلة ذات المكانة المرموقة ضمن كبريات العائلات السنية لانتكاسة خطرة عندما اشتاح تنظيم داعش قبل حوالي خمس سنوات مساحات واسعة من البلاد بينها الموصل وأثار أسام النجيفي الذي يعتبر العميد الحالي للعائلة ضجة مدوية حول طريقة المحافظ فيصل العاقوب في إدارة شؤون الموصل منها إياه بالضلوع متهما عفوا إياه بالضلوع في قضايا فساد كبرى ومطالبا الحكومة المركزية بمنعه من السفر وللمفارقة فإن عائلة النجيفي التي لعبت دورا مؤثرا في المشهد السياسي العراقية بعد العام 2003 يعتمد على الموصل فحسب في قاعدتها الشعبية ولا تمتلك تأييدا خارجها وهو ما سهل على رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تجريدها من نفوذها السياسية إثر احتلال تنظيم داعش للمدينة في ظروف ما تزال غامضة وتثار حولها الأسئلة بشأن مدى مسؤولية المالكي نفسها عن تلك الكارثة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة التي أدت الأوامر المتضاربة للوحدات التابعة لها والمكلفة بحماية الموصل في إرباكها وتراجعها أمام زحف بضع المئات من مسلحي داعش صيفا 2014 الشرق الأوسط قالت بأن فوضى في انتخابات المحامين العراقيين حيث تسللت الفوضى إلى انتخابات نقابات المحامين العراقيين المقرر إجراؤها غدا وشهد اجتماع لرؤساء اللوائح الانتخابية أول من أمس عراكا بالأيدي وإطلاق نار خارج مقر النقابة في حي المنصور ببغداد وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع شجار زملاء المهنة وأبدى كثيرون من ضمنهم محامون امتعاضهم على ذلك وتبيرا أنه أمر مؤسف ويقدح في صدقية المحامي العراقي وتعددت ذرائع المحاميين بشأن الأسباب التي دعت زملاء المهنة للوصول إلى لحظة اتصادهم في سابقة لم تشهدها النقابات المهنية إلا في نطاق محدود جدا فثم تتجاه يميل إلى اتهام مجلس النقابة الحالية وتقيبه أحلاما لامي بعدم الشفافية في مسألة الأموال التي تتحصل عليها النقابة ويتهمون القائمون عليها ضمنا بالفساد والاستحواذ على الأموال بصورة شخصية وآخر يعز الاشتباك إلى استبعاد بعض المرشحين ورؤساء اللوائح بذريعة الانتماء إلى حزب البعث المنحلة والآن إلى الشأن الإيراني العرب اللندنية قالت بأن القطة الإيراني قاسم سليماني يستعرض عضلاته السياسية حيث أنه ومن باباك دهقان بيشة يسلط دور قاسم سليماني في أزمة السياسة تشهدها إيران الضوء على نفوذ قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الذي اكتسب شهرة واسعة في الداخل بعد أن ظل بعيدا عن الأضواء بشكل كبير لسنوات وأسارع الرئيس حسن روحاني لرفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ضريف الأسبوع الماضي لكن بعد مرور أسبوع ما زالت التوترات بشأن غياب ضريف عن اجتماعات مع الرئيس السوري بشار الأسد حضرها سليماني ظاهرة للعيان وقدم فيلق القدس الذي يتولى تنفيذ عمليات خارج حدود إيران والذي يقوده سليماني الدعم للأسد عندما بدأ أنه على وشك أن يهزم في الحرب الأهلية الدائرة منذ عام 2011 بحسب الصحيفة ومن خلال فصائل مسلحة موالية عزز نفوذه بالبلاد هناك حيث يعمل على تطبيق أجندة بلاده التخريبية في المنطقة ويسعى من خلال الزرع الطائفية إلى التوسع والآن إلى الشأن العالمي عالميا قالت القدس العربي أن الخارجية الأمريكية تهدد تركيا بعقوبات حال مضيها في شراء S-400 حيث هددت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا بفرض عقوبات مختلفة عليها حال مضيها قدما في شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400 جاء ذلك في تصريحات أدل بها روبرت بلادينو نائب متحدث الوزارة الأمريكية خلال الموجز الصحفية ليوم الثلاثاء والتي تطرق خلاله لسعي تركيا لشراء المنظومة الروسية ووقعت تركيا نهاية العام 2017 اتفاقية مع روسيا في أنقرة لشراء منظومة الدفاع الصاروخية S-400 حيث أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة تشتري المنظومة من روسيا وشدد المسؤول الأمريكي على أن بلاده لم تغير موقفها الرافض لشراء تركيا للمنظومة الروسية موضحا أن سعي أنقرة لإتمام هذه الصفقة يقلق الولايات المتحدة بشكل بالغ صحيفة الحياة قالت بأن رئيس الأركان الجزائري يقول سنحافظ على الأمن ولن نسمح بعودة سنوات الجمر حيث قال رئيس أركان الجيش الجزائري قائد صالح الثلاثاء إن الجيش سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى سنوات الجمر والألم وذلك في أول تعليق له على الاحتجاجات التي تطالب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتنحي وأضف في خطاب الجيش سيبقى ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي وهناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات الألم والجمر وعادت مسيرات الطلاب الجزائريين لتملأ شوارع العاصمة وعشرات الجامعات عفواً والمعاهد عبر المحافظات في مقابل رفع أحزاب المؤلاء وحتى مديرية حملة الرئيس المرشح عبدالعزيز بوتفليقة شعار نعم لإسقاط النظام لكن بعد الفوز بولاية خامسة وباتت الجزائر أمام معضلة سياسية صعبة أساسها ما يحدث في الشارع وأن راهن محيط بوتفليقة 82 عاما على رسالة ترشحه الأخيرة وما ورد فيها من تنازلات إلا أن المسيرات لم تتوقف كما يرجح أن تتكثف يوم الجمعة المقبل تحت شعار جمعة الكرامة والآن إلى فقرة المقال وما حاز اهتمام الصحف من آراء للكتاب الأحزاب الإسلامية تحاول الإحاءة بأنها في مأمن من الخطر وبعضها يستند إلى موروث الهيمنة على مرافق السلطات العسكرية والأمنية وكأنها علامة قوى في حين أن تراكم الظلم والاستبداد هو من علامات الانهيار الحقيقية هذا ما قاله الدكتور ماجد السام الرائي لنتابع عنوان هذه المقالة لا يدخل في باب التمنيات أو التشفي للحال الذي وصلت إليه أحزاب الإسلام الشيعي التي حكمت العراق 14 عاما باسم الطائفية الشيعية جورا وظلما وهي بريئة من هذه الأحزاب سياسات هذه الأحزاب ظلت ليست فقط بعيدة عن آمال الناس وإنما دمرت مقومات بناء المجتمع وتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر الفساد والاستبداد وكان طبيعيا أن تصطدم المصالح بين أطرافها وتصل درجات التسقيط إلى مستوات التخوين وجميعها في مركب تتلاطمه أمواج الأزمات ولولا إسناد أصحاب المصالح من السنة والأكراد ودخول النظام الإيراني بكامل ثقله هذه الأيام لسقط هذا الحكم من داخل قاعدته الطائفية ورغم هذا الواقع تحاول هذه الأحزاب الإيحاء بأنها في مأمن من الخطر وبعضها يستند إلى موروث الهيمنة على مرافق السلطات العسكرية والأمنية وكانها علامة قوة في حين أن تراكم الظلم والاستبداد هو من علامات الانهيار الحقيقية كانت قمة هذا الشعور بالغطرصة والتعالي قد حدثت بين عامي 2010 و2014 حيث منعت أي فرصة لقيام تكتل سياسي معارض عن طريق حزمة اتهامات الإرهاب ثم تنظيم داعش بوجه المعارضين ولو أراد حزب الدعوة الشيعي والمتحالفون معه تحقيق أي إنجاز للناس لتمتع بمشروعية القيادة الحقيقية للبلد لكن غالبية كوادره غرقوا في مستنقع الفساد وابتعدوا عن شعاراتهم التي رفعوها خلال فترة المعارضة قبل عام 2003 رغم وقوعها في الخطأ التاريخي وهو تحالفهم مع نظام ولاية الفقيه في طهران خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية بين عام 1980 و 1988 مثل هذا الانشطار الطولي لم يتحقق وإنما هناك ضغوط إيرانية ومصالح ومنافع حزبية هي الدافعة للتطورات الشكلية الحالية التي تتمنى استبعاد الحقيقة الصادمة بفشل النظام السياسي القائم وتسببه بما حصل خلال عقد ونصف ولذلك فإن الدعوة إلى ترميم واجهات العملية السياسية فيها مجافات للحقيقة وتجاهل لهدر كرامات الناس وحقوقهم هذا النظام يعيش مخاطر حافة الهاوية الكاتب سمير عطلة كتب في مقال له منذ أن بدأ الحديث عن السلام في سوريا بدأ معه الحديث عن إعادة الإعمار وكلفتها وراحت الأرقام التقديرية تنافس بعضها البعض بدأت بمائتي مليار ووصلت إلى أربعمائة مليار وهناك الآن من يضيف ويزيد لنتابع منذ أن بدأ الحديث عن السلام في سوريا بدأ معه الحديث عن إعادة الأعمار وكلفته وراحت الأرقام التقديرية تنافس بعضها البعض بدأت بمائتي مليار ووصلت إلى أربعمائة مليار وهناك الآن من يضيف ويزيد وعلى جهل المطلق بالأرقام عالمها ومنطقها الذي يفترض أنه أدق نتائج العقل والحساب فإنني أعتقد أن هذه الكمية من المليارات لا تكفي ومن تابع ولا يزال صور الدمار الذي بدأ منذ ست سنوات على الأقل لا يستطيع أن يصدق أن إعادة الأعمار في هذه السهولة وفي هذه الكلفة هذا هو الفارق التاريخي الذي لا يقبل الجدل بين الدمار والأعمار الأول سريع وسيع قليل الكلفة والآخر مشروع طويل المدى باهظ التكاليف في التقديرات أن العملية الإرهابية التي قامت بها القاعدة في تدمير بوجي التجارة في نيويورك كلفت نحو نصف مليار دولار بما فيها الإعداد بجميع فصوره والدمار الذي تركته داعش خلفها سوف يحتاج الآن إلى سنوات طويلة لإصلاحه لم تعد الحروب حروب الجيوش الكبرى والحشود العظيمة والأرتال الهائلة بل أصبحت وسائلها ممكنة الصناعة في أي مكان ولا داعي للتذكير بأن الخراب الذي ألحقته داعش حصر في البلاد العربية والإسلامية وكذلك الاقتصادات التي تسببت في خرابها أو الأضرار بها وقد كبد الأرهابيون الاقتصاد المصري من المليارات ما لا يستطيع أحد تقديره على وجه الدقة وأدى حادث التفجير واحد لطائرة روسية في شرم الشيخي لأمتناع السياح الروس عن العودة إلى مصر طوال سنوات عدة هذا هو الشر الصغير والخير الكبير الشر السهل والخير المضني من سيعيد أعمار سوريا؟ طبعا ليس القوى التي دمرتها فهناك دائما من يدمر وهناك من يعمر يبدو أن أردوغان لم يعد لديه خيار آخر سوى إعادة توزيع الموارد الداخلية حتى يستطيع الاحتفاظ بقاعدته الانتخابية ولن يأتي مثل هذا الأمر إلا بأن تكرس الدولة كل قوتها في جميع المجالات حتى تنال هذا الرضا هذا ما قالته الكاتب النسري الناس مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية تصبح السحب المظلمة التي تظل التركيا أكثر كثافة صار من الطبيعي بالنسبة لنا أن نستيقظ كل يوم على خبر أسوأ مما حمله لنا اليوم السابق صارت لغة السياسة أكثر حدة وحرقا لم يعد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ووزير داخليته يترددان في إلصاق تهمة الإرهاب بكل من لا يوافقهم الرأي وبذلك صارت حلقة أعداء النظام في الداخل تزاد اتساعا يوما بعد يوم ومؤخرا أضافت حكومة حزب العدالة والتنمية التجار وبائعي الفاكهة والخضروات وأصحاب المحال إلى قائمة الأعداء فصار الكثيرون ينظرون إلى الأشخاص الذين نتعامل معهم كل يوم أي إلى البقال وبائع الفاكهة والجزار وكل الذين نشتري منهم حاجاتنا اليومية باعتبارهم إرهابيين وخائننا للوطن وعندما يقل الدعم السياسي للنظام الحاكم تجد اتهامات الإرهاب والتخوين التي يطلقها تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية صدن لها عند القضاء والشرطة على الفور فتبدأ الشرطة في ممارسة العنف ضد المعارضة يساندها في ذلك القضاء الذي لم يعد يتوانى عن إصدار الأحكام جزافا هو الآخر لهذا السبب يبدو أن أردوغان لم يعد لديه خيار آخر سوى إعادة توزيع الموارد الداخلية حتى يستطيع الاحتفاظ بقاعدته الانتخابية ولن يتأتى مثل هذا الأمر إلا بأن تكرس الدولة كل قوتها في جميع المجالات حتى تنال هذا الرطا والواقع أن السلطة لم تترك أمامها خيار آخر سوى أن تصبح أكثر استبدادية وهم للأسف لن يتدخروا وسعا من أجل استخدام الشرطة والقضاء والقوة أداة في كثير من الأحيان من أجل إسكاة أصوات المعارضة لهذا السبب فمن المتوقع أن تتصاعد التوترات السياسية خلال الأيام المقبلة من هنا فإن الحق الهزيمة في الانتخابات المقبلة بهذه الحكومة التي لم يعد لديها خيار آخر سوى كسب رضا قاعدتها الجماهيرية بهذا الطريق الصعب الذي سيجعل تركيا تتكبد ثمناً ضاهظاً سيكون بمثابة خطوة مهمة على طريق إعادة بناء دولة القانون الديمقراطية إلى أخبارنا المنوعة والطرفة أحيت مدينة إيفريا في شمال إيطاليا مهرجانها السنوية للتراشق بالبرتقال في حدثين يعود تاريخه إلى العصور الوسطى لمشاهد شهدت شوارع مدينة إيفريا بشمال إيطاليا معرقة حامية الوطيس كان السلاح الرئيسي بها هو حبات البرتقال معرقة البرتقال التي تقام سنوياً في شوارع المدينة الإيطالية هي محور مهرجان يعود إلى العصور الوسطى ومستوحاً من أسطورة شعبية لتمرض فتاة من سكان المدينة على الطغيان والظلم وحسب الأسطورة التي تعود للقرن الثاني عشر الميلادي تمرضت فتاة تدعى فيوليتا وهي ابنة أحد العمال على قوانين النظام الإقطاعي والتي كانت تقضي بقضاء ليلة زفافها مع سيد المدينة ولتحمي نفسها منه قامت بقتله وقطع رأسه لتخلص المدينة من طغيانه وتدور المعركة التي يرمز فيها البرتقال إلى رأس الطاغية بين فريقين أحدهما يمثل النبلاء والآخر يمثل العوام ويستدعي المهرجان فكرة التمرض على الحاكم الطاغية وتحول بعد فترة الحرب العالمية الثانية إلى حدث بارز يجسد النضال من أجل الحرية وعلى الرغم من أن المشاركين يبدو أنهم يأخذون الأمر على محمل الجد هناك من يؤكد أن المعركة لا تحمل طابعا تنافسيا وإنما تهدف إلى نشر البهجة والمرح في الأجواء ومن بين هؤلاء استفانو كالديرا ينبغي أن تعيش المعركة وأن تخوضها بنفسك أنت لن تستطيع وصفها هنا الفرقلة تتنافس ضد بعضها البعض كل المشاركين أصدقاء يرشقون البرتقال من أجل المتعة ولا يهتم أحد إذا كنت الفائز أو الخاسر ويقول السكان إن المعركة تجتذب الآلاف كل عام إلى مدينتهم وبهدف تأمين ذخيرة كافية من البرتقال للمعركة يتم شحن نحو 500 طن منه كل عام من جزيرة سقلية إلى منطقة بيدمونت والآن إلى فقرة الكاريكاتير موسيقى 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 نهاية الجولة شكرا لكرم المتابعة إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة